إلي يقول ما هي شروط تشغيل الأموال لدى تاجر كبير أقول للأخ السائل وبالله التوفيق لدى تاجر كبير أو تاجر صغير هذا لا يفرق في الشروط الشرط أن تعطيه مالك وهو يحسب هذا المال كم يساوي من أسهم ماله كم يساوي من رأس ماله هل يساوي العشر هل يساوي الثمن من ماله هل يساوي السدس السبع الخمس النصف فعلى قدر ما يساويه مالك أنت في جملة رأس مال التاجر لابد من تحديد هذه النسبة أولا أول خطوة شوف المال بتاعك ده كم يساوي من رأس مال الأخ التاجر هنتصور أنه يساوي الربع من رأس مال التاجر تمام إذن أنت مع هذا التاجر على الربح والخصارة أنت لك ربع الربح أو عليك ربع الخصارة طبعا بعد استفاء المصروفات العامة أنا أدفع الكهرباء هندفع الإجارات وهندفع المية وهندفع الضرائب وهنطلع المرتبات للشغالين أو نسبة إدارة للرجل نفسه صاحب المال الأصلي صاحب رأس المال إذا كان هو من يدير المال بنفسه بعد استفاء هذه النفقات بندخل على مرحلة اسمها صاف الربح إخواننا المحاسبين بيقولوا إحنا بنعمل الربح على خطوتين الخطوة الأولى مجمل الربح الخطوة الثانية صاف الربح مجمل الربح بيكون قبل استفاء النفقات المعتادة في المال وفي التشغيل فهندفع الإجارات وهندفع الرواتب وهندفع نسبة الإدارة وهندفع الكهرباء وإلى آخره ما تبقى من الربح هيبقى هو صاف الربح إذن صاف الربح لك فيه بمقدار مالك في مال التاجر لك الربح يبقى هتاخد ربع الأرباح أو عليك ربع الخسائر لك النصف يبقى هتاخد نصف الأرباح وعليك نصف الخسائر والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عالم نبي محمد